ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قضت غرفة الجناية الابتدائية بالسئنافية الجديدة أخيرا بمؤخذة بائع فواكه من دو السوابق القضائية في ميدان السرقة وحكمت عليه بتماني سنوات سجن النأب جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصفة والسهلاك المخدرات وحسب مصادر إعلامية فإن السارقة كان يستهدف ضحاياه من النساء والفتيات وصارقتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض رفقة شركائه والفرار على مدن دراجة صينية الصنع ووضعت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة حدا لنشاط السارق إطرة والد حالات السارقة وضافت المصادر أن عناصر الأمن بهشرت تحريتها وقامت بمراقبة العديد من المشتبه فيهم قبل أن تنجح في تحديد هوية السارق وشريكيه اللدين ما زال في حالة فرار بعد إصدار مدكرة بحث في حقيهما وحاول الجاني الفرار لحظة مباغتته من قبل العناصر الأمنية على متن دراجته النارية التي يستعملها في نشاطه الإجرامي قبل أن تتم محاصرته من قبل عناصر الشرطة واعتقاله وبعد إشعار النيابة العامة المختصة تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وخلال الاستماع إليه أنكر المنسوب إليه قبل مواجهته بضحيتين تعرفت عليه بسهولة نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر